كيف حالكم؟ صباح جديد ونعم جديدة باركة جديدة في يوم جديد أمين خلينا نهدئ نفوسنا قدام ربنا ونحكي له يا رب بنباركك بنرفعك يا رب تعال نقبل عبادتنا وتسبيحنا يا رب يا رب منهديك كل مجد وكل كرامة يا رب نقبل عبادتنا وتسبيحنا بنرفعك بنعظم اسمك يا رب تعال نحكي له أهديك كل المجد وكل كرامة نحكي له أهديك كل المجد وكل كرامة أرفعه يدايا نحوك وأسبيح اسمك أهديك كل المجد وكل كرامة أهديك كل المجد وكل كرامة أرفعه يدايا نحوك وأسبيح اسمك أهديك كل المجد وكل كرامة أهديك كل المجد وكل كرامة كنت أهديك كل أهديك كنت أهديك ليس مثلك يارام تصنع العجائبة تصنع العجائبة أنت عظيم ليس مثلك يارى تستطيع كل شاء تستطيع كل شاء اسم يسوع فوق كله اسم في الحياة هو المسيح المليك هو المليك تشتوله كل الرقدة يعترف كل نساء هو الإله هو الإله أعطوا مجداً للحمال قائماً متوّجاً أعطوا مجداً للحمال قائماً متوّجاً مجداً وعزاً قائماً متوّجاً أعطوا مجداً للحمال قائماً متوّجاً قائماً متوّجاً مجداً وعزاً قوّة وصلّطان ليسوّم 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 شكرا لكم 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 ению شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم قريب何 أيضا لكم طمع شكرا لكم لوم الشكل على developing يسوع المسيح إلى ملاك من السماء إلى يحنى إلى ملائكة السبع كنائس إلى عبيده والموضوع هو ما ينبغي أن يكون فجأة وبتسارع هذه الأحداث ستحدث فجأة وبتسارع وهنا طوب في تطويب للذي يقرأ والذين يسمعون ويحفظون يعيشون هذه الحقيقة فهنا بيبدأ الموضوع في الله هذا البداية هذا اللي غطينا المرة الماضية الآن بيحكينا عن هذا الإله من هو ويحكينا عنه بعدة طرق بعدة طرق هلأ هلأ ممكن إحنا هنا لم أقول يجي تحية بعدد بعدد أربعة نعمة لكم وسلام من تتكرر حرف الجر من ثلاث مرات من الكائن والذي كان والذي يقتل ومن السبعة الأرواح ومن يسوع المسيح فبتوقت فكرة أنه عن بيحكي عن الآب ثم الروح القدس ثم الابن ولهذا الجديد بيتغير الترتيب مرات بيبدأ في الروح القدس مرات بيبدأ في الابن وهكت حسب النص بجوز ممكن نوخدها بهالمعنى هال بس أظن مش هيك هون أصدو أصدو إشي تاني همش عم بيحكي عن الله بوجوده السرمة دي كآب وابن وروح القدس هنا بالشكل مباشر بهالتحية عم بيحكيين عن تحية من الكائن والذي كان عم بيجي لعنه عم بنزل عم بدخل للاختبار البشري يعني تخيل الصورة هيك تخيل شلال 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 نازل بيجي شلال بنزل لتاحت وبيعمل نهر 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 حلو ماشي بقوة وكل نشاط وحتى بروح لليمين وشمال الروافد هنا لكن ماشي بخط مستقيم إلى أن يصل إلى شعب المدينة بينتظر هالماء تصل للمدينة شلال نهر شعب عم بنتظر يرتوي من النهر هيك اللي عم بيسير ببدا هاي الطريقة هنا بوصف لليا هذا الإله هلا من نتخيل هالشلال وهالنهر جاء لعنه اوكي فهاي الله ومنشوف الوصف أول وصف بحكي لنا عنه هنا الكائن والذي كان الكائن والذي كان شوال وصف الآن من دون ما ندخل بالتفاصيل خدها بالإيمان هذي الوصف هنا إشارة لما أعلن الله عن نفسه إلى موسى أماله آهية عاشر آهية لهذا ما ما بنشوفه إلا دخلنا في النص العصلي إذا بتحب تعرف ليش وكيف ممكن نحكي بعد الشابل بس النقطة هنا عم بيحكي عن الكائن هؤون إذا بلدان موصوفه مترجم من هاهية أشار أهية له إيغو إيمي هؤون المسيح استخدم إيغو إيمي بسياق وهنا بيستخدم هؤون الكائن والذي كان بدعم من هو فلما يقول من دون مرة تاني من دون ما ندخل في العراب وكذا لما بيحكي عن هيك بيحكي عن هذا الإله ما إلو بداية ولا نهاية كائن والذي كان صفاته نابعة منه وليس بتأثير من شيء خارج عنه هذا هو إلهنا دائم الوجود ما في وقت لم يكن موجود هذا هو الله وهنا بيجي النص حتى النص اللي قرأناه بيعمل زي سانوش بيبدأ في نفس الوصف وبنتهي بنفس الوصف لهذا الإله الواحد والوحيد بيبدأ في عدد أربعة من الكائن والذي كان والذي يأتيه وبنتهي في عدد ثمانية بيقول الألف والياء البداية والنهاية يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء مرة تاني عم بيحكي عن هذا الإله الواحد والوحيد فإحنا لما بنحكي معه بنحكي معه بهاي الطريقة ما في غيره فهنا الوصف الأول بيثبت من هو هذا الإله اللي ما في زيه فهذا أول وصف فهلأ بنتهي الوصف آخر مفاجئ عن هذا الإله الوصف اللي بيحكيه هون عم بيحكي عن وصف اللي فيه هو بيخترق الاختبار البشري ما بيكون إله بعيد بالسماء بالبرج العاجي مش عم بيعمل إشي لكن يخترق الاختبار البشري هنا وبيفاجئنا هنا النص بيتوقع إن الواحد يقول الكائن الكائن والذي كان والذي سيكون مثل أحد ترجمات العهد القديم مثل انسيت شو اسموه بس مهم في أحد ترجمات الأخرى غير ترجمة السبعينيين العهد القديم بقول للذي سيكون بس هو ما قال هيك لاحظ دقة الوحي هنا ما قال الذي سيكون شو قال الذي يأتي هنا حط إلهنا مرتبة كلية تختلف عن كل أديان العالم مش بس كائن والذي يكون الكائن والذي كان هو الذي يأتي لاحظ الاسم الفاعل هنا بالمضارع دائما حالته يأتي إلينا الآتي بالمضارع مش بس في المستقبل دائما إلهنا الذي يأتي دائما هذا حط إلهنا بمرتبة كلية مختلفة ما عاد قاعد هناك بعيد بأمر أوامر بعدالته وتنقل بقداسته لكن هو بحبنا الذي يأتي تذكرها لما تصلي فأنت شوف أقول لك ما فيش طريقة وحدة نحن نكرر هذه العبارة ما في طريقة وحدة للصلاة منصلي لأله الإله الواحد والوحيد بس ما بنشبع في شيء كثير أكثر من هيك عنه ندخل بعمق أكثر الذي يأتي والذي يأتي هلا منلاحظ بهال الوصف أنه حدا بتكرر بالعهد الجديد يعني بيحكي عن الله جاي دائما الله جاي لعنا منذ ما يذكر لا هالآب ولا الابن ولا الروح القدس بشتياق المباشر بس بوصفوا بهاللغة كيف مثلا عطيك أمثلة بتكرر مثلا لغة إنجيل الله في خبر صار من الله ما حدث الله بدي خبرنا خبر صار بس في إنجيل الله نترقب إنجيل الله بتكرر مثلا خلاص الله مخلصنا الله طب كيف هذا الذي يأتي بتكرر ظهور نعمة الله طب كيف الذي يأتي بتكرر ظهور بر الله موضوع كثير مهم تتميم كلمة الله كيف كلمة الله بدأت تم على الأرض جاي جاي الله الذي يأتي فهي بهالكلمات هاي عم بلخص الكتاب المقدس كله بيحكي عن كنائس الله كيف كنائس الله بهادين بتكرر لفظ مش بس كنائس الله بتكرر رفظ كنيسة الله شوف ذروة هاي كنيسة الله التي اقتناها بدمه شو هالآية معجزية مش معقولة هالآية وما في الصياق المباشر طبع بيحكيش كيف يحكي لشعبنا هون كنيسة الله اللي تقتناها بدمه شلون بالعراقي ازاي بالمصري كيف باللغة قريش مهم كيف الذي يأتي فممكن نحنا اليوم منقول المسيح ممكن يصلي المؤمن يقول الله خلقني بعدين صار انسان مثلي بعدين اخذ مكاني حمل ذنوبي بعدين قام من الموت بعدين عطاني حياة جديدة من دون ما نذكر لا الاب ولا الابن ونروح القدر تفاصيل جاي بس ممكن تحكي هيك يا رب شكرا انك جاي تخدني يا رب شكرا انك فديتني يا رب شكرا انك اختبرت الموت وقمت عم نحكي مع الله الواحد والوحيد الله كيف عم صار هون ما منشبع من طريقة واحدة بس نحنا عم نصلي هيك بدنا كمان ولا لا ما فيش طريقة واحدة فهنا بيجي السؤطة بكيف بيجي كيف بيجي الله لعنى شو الطريقة الطريقة اللي بيجي فيها اللي بيشتغل فيها الهنا هو عن طريق روحه القدوس بس هون بيحكيها بطريقة مفاجئة قول من الذي من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن سبعة ارواح الله تقول يا فتاح يا علي ايه ده شو يعني سبعة ارواح هلا شوف خلينا حكيها باختصار مرة تاني زي بدك معلومات اكتر خليها الى بعدين بس شوف اول شي بهالشي ببساطة كلمة شوف بالكتاب المقدس ما في كلمة وصف أو صفة عفوا ما في كلمة صفة بدل كلمة صفة بيحكي روح شو الفقر بين الصفة والروح الصفة جامدة الروح يعني صفة شغالة نشيطة جامعتنا صفات احنا ارواح يعني نشاط للصفات صفات مش خامدة ولا نايمة ولا غائبة ولا ناقصة دائما شغالة لما بيحكي ارواح بيحكي عن صفات والادلة لهيك كتير عم نحكي هون استنتاجات خلاصة لانه ما فيش هذي مش محاضرة هاي تشابل مختصة فاول شي عم بيحكي هون لما بقول سبعة ارواح الله يعني عم بيحكي عن نشاط كل صفات الله هنا مقول الله روح حتى ما فيش كلمة تقالهم دير انتبه حتى امتلقوا بالروح الله روح يعبدوه بالروح قال للتعريف مش موجودة اداة التعريف ماكو مش موجودة يعني بمعنى لو اقول الله روح نشيط باستمرار امتلقوا بالروح امتلقوا بروح خليك نشيط بكل صفات الله هيك عم بيحكي ها الان بس انتبه كلمة سبعة ارواح دائما نابعة من روح الله الواحد اوكي روح الله الواحد يعمل بارواحه المتعدد فهمت عليكي لاحظ في النص بقول كنت في الروح في يوم الرب من له اذن فليسمع ما يقوله الروح فاذا في عندنا الروح القدس الاقنوم المساوي للاب والابن يعمل بنشاط عن طريق ارواحه يعني صفاته العاملة باستمرار اللي بتقول ليش سبعة ليش ليش سمعت ارواح وهنا كمان باختصار في الكتاب سفر رؤي مملوء بالرقم سبعة عندك سبعة ختوم سبعة ابواق سبعة جامات تطبيق الدينونات تشمل سبع ضربات سبعة رعود يرافقها سبعة ملائكة ضد اعضاء الله الذي يشملون التنين بسبعة رؤوس والوحش بسبعة رؤوس وهناك الذين هم سبعة جبال هم سبعة ملوك تعبير عن معركة بين الخير والشر وهنا يأتي المسيح ماشيا وسط سبع كناس سبعة 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 بيجو بقول لك سبعة ارواح يعني شو يعني هم بقول يعني من ست ارواح ولا خمس ارواح حيث هناك سبعة امور السبعة سبعة الروح القدس موجود كاملا بدون نقص مش خمسة ولا اربعة ولا واحد كاملا بقول سبعة يعني كامل الوجود بيغطي كل شيء فيش فيش نقص لوجوده تباهد في دمؤود سبعة ارواح حم بحكي عن صفاته النشيطة النابع من الروح القدس باستمرار من دون اي غياب من دون اي نقص واحدة اخيرة كلمة سبعة متكرر بلاحد القديم تعالش مستخدمة سبعة للقسم واحد يقسم قول سبعة من عدد سبعة من من اجتها اجيب خيط انت بعد خيط تشدها بتقطعو اعملوا وطائن تقطعو بس اصعب شوي اعملوا اربعة اعملوا سبعة بتقدرش تقطعو ما بتقدر جربها كنت اجيب معي خيط بس قلت باخد وقت مهم جربها يعني اكيد ما تشك في الموضوع لو سبعة ارواح الله بصفاته نشيط عامل من دون اي غياب اي نقص واي شك هو عامل فهو قاتن الين الذي يأتي عن طريق روحه الابهلا هنا من شوف تظهر ارواح بمعاني بمصابيح النار السبعة المتقدة اعين المسيح السبعة وقرونه السبعة كلها اشياء لها معاني حتى تثبت تقوي تدعم عمل الروح القدس النشيط من يومنا هذا في الماضي اليوم وإلى الابد وخاصة في الايام الاخيرة قبل عوداته هو نشيط فبقول تحية هنا يعني بمعنى نما منصلي منصلي الاله الواحد بس مش شبعانين جاي عندي هو بتمليني بس بعدين بقول يا رب شكرا لصفاتك بنصير نعدد صفاته محبته الكامل امانته التي لا تتوقف رحمته المستمرة صدقه حقه باستمرار لما منحكي صفاته عم نحكي عن الروح القدس وهكذا بعدين فهو جاي إلنا فمنشوفها هاي القضية منشوفها في يحنى أيضا في يحنى الأولى خمسة في الآية اللي عليها لبس وأعتقد بعد دراسة هذه الآية يحنى الأولى خمسة سبعة لثماني حقيقة مدعومة من كثرة من آباء الكنيسة ومن الترجمات واقتباسات الآباء لاحظ مركزية روح القدس ما فيش وقت نحكي فيها بالتفصيل بس خدها بالإيمان النص المنقرأ هون من الفيندايك هو وحي شوف الروح يحنى الأولى خمسة ستة الروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الحق فإن ثلاثة هم الذين يشهدون في السماء منهم لاحظت دقة هنا الآب والكلمة الإبن الآب والكلمة والروح القدس يشهدون وين في السماء وهؤلاء الثلاثة هم واحد هنا في المحايد واحد في الوحدانية في الجوهر يعني والذين يشهدون في السماء منهما هاي الروح مرة تاني الروح والماء والدم إشارة للمسيح من بداية خدمته في المعودية لنهايتها في الدم على الصليب والروح مشترك في السماء ومشترك على الأرض وهنا سبعة أرواح نشاط روح الله العامل من دوننا ومعنا هذا الروح القدس فهي الأسلوب الله هلأ منيجي للا نمشي لأدام نمشي للنهاية هلأ نلاحظ شو عم بيصير هون معنا شلال نهر جاء لشعب جائلنا الآن وإحنا هون منصلي صعودا نزولا منصلي منتغير من من هالشخصية لهاالشخصية لحل نشاط لهذا العمل لهذا الوصف بيجي هون الوصف الهون يقول ل يسوع اللي بتمم الموضوع كيف يسوع بتمم الموضوع بيحكي عنه هيك ومن بيجاه من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن سبعة أرواح الله التي أمام عرش الله ومن يسوع المسيح من هو الشاهد الأمين بكر من الأموات رئيس ملوك العلوة شوف هاي الكلمات اختارها يحنى بالوحي بالدقة هنا عم بيقتبس مزمور تسعة وتمانين اللي هو مزمور تسعة وتمانين بيقتبس من صمويل التاني صاح سابع عم بيحكي عن مسيح اللي بتمم العهد الذي أقيمه مع داود هاي كلمات تتميم العهد الداودي يعني عم بيقول هنا بمعانة آخر إذا كان المسيح بتمم العهد مع داود معاهده بتمم كل العهود العهد مع إبراهيم البركة لكل شعوب الأرض ومثاق العهد الجديد التجديد والروح الجديدة وروح الله الذي يسكن فينا بيقول هو يسوع المسيح هاي هو اللي بتمم العهود كلها بوو شو صار بصلواتنا قول لي شو صار بصلواتنا وإحنا منصلي طلينا نصلي بالإله الواحد ووو عم نتغير بحر بحر من الموعيد والصفات والنشاط والبالسماء وعلى الأرض في كل المجالات عم بيغطي كل الكرة الأرضية وهذا شلواتنا عم تسبح منضلش محل واحد زي جماعتنا هناك حيط تصطدم به أما هنا محيط نتبحر به من دون توقف ما منصر لنهاية مش معقول فهنا بيسير فالمسيح هنا مركز الكتاب مقدس هو اللي بتمم الموضوع بعدما تيجي الذروة هنا شو الظروة يعني القمة القمة شو هنا يسوع الذي غزلنا قراءة أخرى حلنا حررنا غزلنا من خطيانا كيف ليس بدم ليس له إنما بدمه نفسه هاي بلغة العبرانيين غزلنا بحبنا لدرجة لدرجة إنه غزلنا من خطيانا ما أكثر خطيانا أوف يا هبا ما أكثر بس معقولة يغزلنا يحلنا منها بدمه ومرة وحده قدم مرة تنواع ما بيحتاج الكهن لا استمرا لا مرة واحد بدمه غطى كل الشعوب كل مكان وزمان شو هالمسيح شو صار بصلاتنا عشان هيك طبعا الكتاب بحكي خلني أمشي لقدام شوية مش بس مش بس غزلنا هون بقول جعلنا شو جعلنا طلع شو قول غزلنا وجعلنا ملوكا و كهنة يعني لاحظوا هنا مش بس المسيح عم بحقق اشياء مشان نسبح ونشكر عليها عم بحقق اشياء مشان يشركنا احنا فيها مش عم بحقق مشان بس هو يحققها ننجلس معه ننرث معه ننصير كهنة معه ننملك معه جعلنا هاي اللغة وننحكي عنها بدون توقف كل العمل والمسيح مشان نشترك معه في الموضوع فجعلنا وبعدين ايش هاي هاي جعل لذي يأتي هوا الله سلام جعلنا ملوكا لأن اشوف الكتاب دائما بحكي صلي ممكن صلي لالله الواحد و الوحيد ممكن صلي للآب ممكن في ايات تحكي عن الصلاة للروح القدس في صلاة الواحد تحكي عن الصلاة للابن هنا قمتها له المجد والسلطان يعني لما بتبدأ بالمسيح كل الله صار عندك ارجع رجوعا من تحت لفوق وهنا ذروتها هنا بيجي بقول لا وهو بعدد سبعة هي ها هو ذا يأتي مع الصحاب يعيني يريتي يجي اليوم تخيل لو إجي اليوم تروح للسماء والرب يعمل لك كوذ ما في كوذ سلم بحث ما في تخيل لو يجي اليوم فش فراق فش ألم فش واجع فش موت جاي هو يش بقول عنه الذي هو ذا يأتي مع الصحاب ستنظره كل عين ممكن هل نعرف أنه ممكن ستنظره كل عين بما فيهم الذين طعنوا الشعب القديم ساعات تقول شو اللي عملنا شو هال غلطة لعملنا بيحكو بخجل يا رب شو هال غلطة لعملنا بيكون عاملين عهد مع ضد المسيح تخيل بآخر الأيام بعمل ينوحوا والذين طعنوه ومش بس هيك وينوح عليه مش بس الشعب القديم ينوح عليه جميع قبائل الأرض لما تشوف الخطيئة حول هيجيهم تذكر كل عم بيعمل خطيئة رح يجيهم يقف أمامهم ينوح ينوح عليه وشي يخلص هم فهو آت إلينا هل شوف هنا حكينا عن الشلال والنهر وصلنا للشعب بس كل هذا الحكي هالشلال هذا بفترض بداية سرمدية هلا هنا بصير يذكر هنا كلمة لله أبيه هنا إشارة في إله علاقة خاصة مع الآب ما في شخص ثاني له هاي العلاقة في بنوة وأبوة سرمدية بين الآب والابن والروح القدس هاي اللي هاي اللي فوق 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 قبل كل إشي قبل شلال هاي 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 البداية هنا منشوفها في الكتاب أبوة بنوة معرفة متبادل علاقة حميمة سكن الواحد في الآخر مجد مشترك حق مطلق بعد تكميل الواحد للآخر الواحد بختم الآخر علاقة بجمال لا يوصف وهذا الإله اللي قائم بهيك علاقة لأنه هذه العلاقة موجودة ممكن يكون موجود كإله وجود إطلاقا لو الله مش قائم بعلاقة سرمادية ما بيكون موجود إطلاقا وإذا بدك تعرف ليش خد المواد اللي اللي عن ها يعني بمعنى آخر حتمية هنا هلا شو صار بصلواتنا تتسأل السؤال شو صار صلواتنا خلينا نشوف بهالطريقة هاي 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 شوف هي زي رحلة رحلة اكتشاف يعني عم تكتشف بس عم تكتشف تكتشف كيف تصلي بمدى ما بتكتشف كيف مين هو إلهك رحلة اكتشاف زي الجيكسو بوزل تعرفش الجيكسو بوزل بتبدأ هيك بتبقى مئة قطعة واحد بيجع سفر رؤية مرات على العهد الجديد بتكون هيك بعثر مش عاف تخط شقف مع بعض بس بتضل هيك هناك بتصير شوي أوضح نحط البرواز على الاقل بالبداية بعد سنة أولى سي بي اس بعد نمشي لقدام بتصير أوضح شوي ونمشي لقدام بتصير أوضح شوي بعد نمشي لقدام ونمشي لقدام ونمشي لقدام ونوصل سير واضع يعني الإله الحقيقي مش محصور بطريقة واحدة وشوف أقول لك الصلاة موازلة للثلوس لا الصلاة ولا الثلوس هما مشكلة بحاجة إلى حد لا الصلاة ولا الثلوس بل هما جمال بحاجة لشوف الاكتشاف يعني شوف اكتشاف جمال الصلاة بقود لاكتشاف جمال الثلوس اكتشاف جمال الثلوس بقود لاكتشاف جمال الصلاة أحكي لك شغل شوف أنا عندي هون أنا عندي هون موبايل ما اسمه؟ لابتوب وعندي هون آيباد وعندي هون ما شاء الله موبايل شي العجيب إذا بكتب عبارة بواحد منها بتصير هون وهون شي غريب عبارة هون بتصير هون وهون والشي الغريب إنه إذا كتبت مثلا صفحة كاملة بدي أعرف إنه كل الصفحة اللي كتبتها على الموبايل صارت بالكمبيوتر بفتح الكوبية إذا كان آخر كلمة كتبتها موجودة معتك كل شي قبل موجود تعرف هيك الصلاة وهون حتى تضبط هيا تعرف ما بنحتاج؟ بنحتاج أشي اسمه واي فاي انترنت الروح القدس بشتغل مثل الواي فاي هي تكتب الصلاة للإله الواحد والوحيد صارت عند الآب وعند الابن وعند الروح القدس وعند يسوق صارت هون وهون وهون وصلت صلواتنا غنية ما بتوقف عشان هيك بيجي في 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 الكتاب المقدس منشوف كذلك الروح هي الواي فاي الروح يعين ضعفاتنا لأننا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي نحنا نعرف ما نصلي لأجله لكن ليس كما ينبغي هاي مشكلة ذلك كما ينبغي بالمستوى يعني بيجي الروح ولكن ايش الروح نفسه هو شخصيا اقنوم الروح القدس نفسه شو بيعمل يشفع يعني ايش باي يشفع يعني بيصلي بأنات لا ينطق ما منسمع أنين بس هو عم بيصلي سمعنا ولا ما سمعنا عم بيصلي كل مرة بتصلي هو عم بيصلي معك عم بيوخدك من المدينة للنهر للشلال لما قبل الشلال ورجوعا وظلك في رحلة اكتشاف ما بتشبع شانيك الكتاب وقدس مملوء في الأحرف لأنه ولأجلي وبحسب وفيه وليه وبيه وإلى وعلى وتحته فوقه كما ونحوه وإلى آخره صلاتنا بالغريزة الروحية مملوءة بغنى الحياة الإلهية لما نصلي فخلينا نختم بالصلاة أبونا السماوية ماذا نقول لهذه يعني أنت عطيتنا نعرفك بنحكي إلك بنحكي مع الإله الحقيقي اللي بنتقدم إله بالسبب يسوع ولولا يسوع أصلا ما إلا حق نتقدم بشانيك له المجل والسلطان بنحكي ليسوع وإلا الروح القدس الشغال بنحكي للروح وإلا الآب شغال بنعرف الطبيعة الإلهية السرمدية بنعرف إنه آتي إلينا بنعرف بنرجع آتي إلينا بنشوف كيف بيجي عنا بنشوف صفاته وكماله بنشوف جاي وجاي وبيجي بموت بعيش معنا وبيموت وبيقوم وشركنا بكل إشي ونتقعنا هالرجاء هالإشي المغروس فينا كل هالحق الإلهي بيصير حي في حياتنا يا رب شكرا يا رب إنه صلاتنا هيك شكرا يا رب لهذه النعمة التي نحن فيها مقيمون بارك أحبائي هنا مرافق هذه التأملات لنا بالروح القدس بإسم الرب يسوع المسيح آمين ومنقول في النهاية هللو يا آمين هم هم اشتركوا في القناة